صعوبات وضائقة مالية كشفت عنها توجهة حكومة السودان نحو الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية وتعظيم الإرادات من خلال رفع الرسوم القمركية وحصيلة الضرائب أوصات اقتصادية أكدت أن القرار الحكومي بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية من نظام التمويل المالي الذاتي سيجعلها خاسرة وهو ما أثار موجة اعتراضات واحتجاجات من قبل موظفي الشركات النفطية في عدة محافظات الاقتصاديون أشاروا إلى أن تأخر إقرار موازنة عام 2024 لنحو ستة أشهر غير من بنودها وجعلها كأنها موازنة جديدة وهو ما يعني عدم دقة خلال تشريع الموازنة الثلاثية في العام الماضي ومع ارتفاع معدل نفقات وجدت الحكومة نفسها أمام عجز مالي متزايد تحاول سد ثغراته بأي وسيلة كانت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية قالت أن 90% من موازنة العراق المالية مصدرها شركات النفط وبالتالي فإن أي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلبا على عمل هذه الشركات وبالتالي فإن خطرا يهدد سيابية الواردات لبلد ما زالت موازنته ريعية ألف الموظفين في شركات النفطية بمختلف المحافظات عبروا عن استيائهم إزاء قرار التحويل نحو التمويل المركزي والذي عدوه انتكاسة في إدارة صناعة النفط العراقية والذي من الممكن أن يؤدي إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين وتعدد الحلقات الإدارية والازدواجية في اتخاذ القرارات فضلا عن إمكانية خضوع تلك الشركات لنفوذ حكم العائلات بسبب تقاسم الوزارات وفق نظام المحاصصة الحزبية